وزير الخارجية ورفع علم جمهورية السودان في مبنى السفارة وعزف السلام الوطني لمملكة البحرين والسلام الوطني لجمهورية السودان وقام الوزيران بقص شريط الافتتاح ورفع الستار عن اللوحة التذكارية ثم قام بجولة في أرجاء السفارة واطلع على معرض للفنون التشكيلية السودانية أقيم خصيصا لهذه المناسبة ثم ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة رحب فيها بمعالي الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي معربا عن بالغ السعادة لتلبيتها الدعوة لزيارة مملكة البحرين لافتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية السودان الشقيقة وما أتاحته من فرصة طيبة للتباحث في مجالات التعاون الثرائي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات متطلعا سعادته للعمل معا من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه فخامت الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسي مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تقدر كثيرا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بجمهورية السودان وتعتز بما يجمع بين البلدين الشقيقين من تعاون ثنائي واسع يشمل مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها أن توثق علاقات الأخوة بين البلدين وتعزز من الروابط التي تجمع شعب مملكة البحرين مع شعب السوداني الشقيق والقتمع للدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة كلمة تقدمت فيها بأسماء آيات التقدير والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعا وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإلائهم الاهتمام المستحق لمسيرة العلاقات البحرينية السودانية معبرة عن عميق امتنانها لساعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على دعوته الكريمة وحفوة الاستقبال وكرم الضيافة البحرينية الأصيلة ونحن jáدرة الدكتور يجب كفات تقسم و vehementاة الدكتور والع Hungary desc benef